بسم الله الرحمن الرحيم كل سنة وعمال مصر بألف خير كل سنة وكل رجل وفتاة وكل واحد بيشتغل على أرض مصر بيصنع بيزرع بيشيد بيبني بيشارك في نهضة هذا الوطن في كل مكان في أي مكان أي عامل النهاردة بنقول كل سنة وحضراتكم جميعا بألف خير نتكلم على ملايين العمال المصريين اللي شغلين على مدار الساعة من أجل هذا الوطن بيشتغلوا في كل المشروعات المصرية جميع العمال اللي شغلين في المشروعات شغلين في أماكن الإنتاج أماكن العمل على مدار الساعة بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين نهاردة الاحتفال العالمي بيوم العمل على مستوى دول العالم بكرة مصر إن شاء الله تحتفل رسميا بعمال مصر سيد الرئيس غدا يحتفل وسط عمال مصر غدا بإذن الله تعالى في أحدى المنشئات والقلاع الصناعية الكبرى على أرض هذا الوطن سيد الرئيس النهاردة كمان قدم تهنئة لجميع عمال مصر أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطنين العزيز وأوفوا بما وعدوا به فقد بزلتم قصارى جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية هذه تهنئة السيد الرئيس عفتاح السيسي لجميع عمال مصر اللي شغالين زي ما نقول كده الإيد الشغالة والإيد الشقيانة هم عمال مصر على مر التاريخ وزي ما نقول كده كما سيدة انتصار السيسي أيضا في عيد العمال أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأياد التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير تهاني كثير وأيضا يستحق العمال زي ما نقول لكم يمكن عمال مصر على مدار لعشر سنين فاته ونتكلم على الملايين اللي دخلوا كمان سوق العمل المشروعات القومية اللي الدولة عاملها فيها حوالي خمسة مليون واحد المشروعات دي اللي مش موجودة نتكلم على رقم خمسة مليون على الأقل لو ما كانتش المشروعات دي تعملت كان خمسة مليون دول مصرهم إيه في ظل الأزمات التواجه العالم في ظل التحديات اللي موجودة فيها الدول اللي كانوا بيشتغلوا فيها ورجعوا سواء كانوا في العراق من سنوات أو في ليبيا من سنوات أو في أماكن كثيرة جدا وبدأوا يرجعوا وفرت وعملت مشروعات عشان بتواجه العداد الهائلة وكمان عندك حوالي مليون واحد كل سنة بيدخلوا السوق العمل هتوديهم فين؟ فعندنا الدولة قامت بمشروعات كبيرة جدا هدفها رقم واحد أنه الدولة كانت محتاجة الكلام ده ولكن كمان مهمة أوي أنه تفتح بيوت المالين من المصريين كل سنة وكل بلدنا وكل شعبنا وكل العمال في كل أرجاء هذا الوطن هم اللي شغالين وهما اللي شايلين البلد هما اللي شايلين بمعنى الكلمة دول اللي بيشتغلوا في أي وقت بتمر في أي مكان تبص تلاقي العمالة اللي شغالة المصانع اللي شغالة هو من اللي بينتج النهاردة ويصنع هو من النهاردة اللي بيزرع هو من النهاردة اللي بيلايم وشايل البلد بجد هما العمال فلهم كل التحية والمواد ده والتقدير على هذا الدور الكبير جداً اللي بيقدوه من أجل نهود مصر ما اللي بتعمل ده من أجل البلد لا بتكلم النهاردة على مشروعات هي المشروعات دي عشان مين؟ عشان بلدنا اللي بنتكلم النهاردة على تصنيع وإنتاج وفرص عمل عشان بلدنا سيادة الرئيسة بيبقى موجود معهم بكرة وسطيهم بكرة في واحدة من القلاع المصرية الكبيرة جداً موجود معهم وسطيهم بكرة ليه؟ ما دي الرسالة إنه وسط عمال مصر بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين وتكريم كمان لعدد كبير من رواد اللي على مدار التاريخ بيقدموا رسال كبيرة جداً وأدوا أداءاً متميزاً لغاية سواء في مختلف المجالات المصرية فبمرة ثانية بلهم كل سنة وانتوا طيبين سيد محمود توفيق أيضاً وزير الداخلية بعث برسالة تهنئة أيضاً لوزير العمل ويقدم له التهنئة أيضاً بعث سيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لسيد حسن شحاتة وزير العمل بناسبة الاحتفال السنة وبعيد العمال وزير الداخلية يهنئ وزير العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات مصر بعيد العمال تهاني كثيرة جداً لي عمال مصر بنسبة يوم النهاردة عيد العمال اليوم سواء في مصر وعلى مستوى العالم كل سنة بنحتفل به الأول من مايو أبلوما